السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هعمل معكم التوست بطريقة جميلة جدا وسهلة والطعم جميل جدا زي الجهز بالزبط وهنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا ولو اي حد اول مرة يعمله هينجح معاه بكل سهولة بس ياريت قبل ما نبدأ وصفة النهاردة ما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعوا على الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة وكمان تعملوا لايك للفيديو ده النهاردة عندي كوبايتين دقيق وكوبايت لبن معلقتين زيد ومعلقة سكر وكمان هحط خميرة هحط تقريبا معلقة كبيرة وهحط كمان رشة ملح على الدقيق دي المكونات بتاعتنا مكونات بسيطة جدا وطبعا لو عايزين نزود الكمية ممكن نضعفها انا هنا هشتغل في العجان هحط كل حاجة في العجان اول حاجة هحط الدقيق كمان هحط على الدقيق معلقة الخميرة ومعلقة السكر وهقلبهم مع بعض وبعد كده هحط معلقتين الزيت وهبت أنزل كوبايت اللبن تدريجي على الدقيق لحد ما نشوف العجين هتاخد لبن قد ايه وطبعا ممكن نحط ميا بدل اللبن هبدأ بقى اعجن العجينة وطبعا العجينة لازم انت تعجن كويس جدا شكرا العجينة هنا لمت معي وكمان بتلزق كده شوية العجينة كده كويسة هعجنة كمان شوية وكده خلاص العجينة عجنت كويسة كويس جدا العجينة طرية هي بتلزق بس مش بتلزق قوي يعني طرية العجينة هلم العجينة وهجيب بولة احط فيها العجينة واغطيها لحد ما تتخمر أنا غطتها هنا بكيس تلاجة وحطت عليها فوت مطبخ هنا العجينة كانت اختمرت طبعا شوية هبدأ ألمها كده علشان افردها عشان ابدأ اعمل التوست أنا هنا بقى حطتها على المكان اللي أنا هفردها عليه ومهم جدا لما جا فرد العجين اعمل العرض بتاع العجين على طول القلب أنا كده فردت العجينة كويس جدا هبدأ ألفها من الطرف كده بس لازم ألفها كويس جدا زي ما أنا بقى لفها كده بالظبط حاول ما يكونش فيه فراغ بين العجينة تكون العجينة مسكة في بعضها كده أفضل لفها كويس وبعد ما خلص لف العجين أقفل النهاية بتاعته كويس جدا وطبعا انا كنت عاملة العرض العجينة على طول القلب علشان كده طول العجينة على قد القلب بالظبط هسيب بقى العجينة بتاعت الطوست هسيبها غطيها واسيبها تتخمر الطوست لازم بيتخمر مرتين مرة قبل ما بنشكله ومرة بعد ما بنشكله بنحطه في القلب دلوقتي بقى هسيبه يتخمر هنا بعد ما التوست اختمر وطبعا بيان عليه الكمية تضعفت هرش على وشه مية بالبخاغة كده وبعدين هحطه في الفرن على درجة حرة 180 بشغل الفرن بس مش بشغل الشواية وده التوست بعد ما خرج من الفرن طبعا برش وشه مية برضو علشان يكون طري وطبعا لازم اسيبه يبرد شوية قبل ما قطعه بس انا هنا ما كنت اسيبته يبرد بس طلع جميل جدا وطاري جدا ياريت تجربوا التوست بالطريقة دي هيعجبكم جدا شوفوا طريقة ده ايه وكده نكون خلصنا وصفة النهاردة لو عجبتكم وصفتي للنهاردة ياريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات الجديدة وكمان تعملوا لايك للفيديو ده اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة